بسم الله الرحمن الرحيم وياكم نور فرج وهذا التمرين مهم من منهج الحدث والوساطة الرحية لمعرفة القليل عن حدثك أو الشي بسيط عن حدثك لأنه منهج الحدث والوساطة الرحية منهج مكثف لتقوية وتطوير حدثك فهذا التمرين البسيط راح يعرفك عن حدثك اتخيل هذا هو انت هذا الشخص مثلا أو هذا الحجر هو انت وانت تجلس تحت هذه مائدة الطعام طبعا مائدة الطعام فيها ادوات المائدة الادوات اللي هي الشوكة الملعقة السكين ايدك الآن تغمض عيونك تاخذ نفس عميق وشهيق تخيل انك تجلس تحت هذه المائدة ايدك تمسك وتلتقط احد ادوات الاكل شي واحد اختار رأسا بدون تفكير بدون تفكير فورا التقط شي ومسكها بيدك الآن افتح اينك وشوف شنو بيدك او شنو انت اختاريت التحليل النفسي اوكي حسب الدراسات والبحوذ لعديد من الاشخاص اللي ما عرفت حدثهم عن طريق ادوات المائدة اذا انت مسكت الشوكة هذه هي الشوكة اوكي اذا انت مسكت الشوكة او اختاريت الشوكة ما حالها انت تحب تاخذ الاشياء بقوة وانت دائما تحب تجربه هواية اشياء يعني تحب تجربه الكثير 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 لحد ما تلقي الشي الصحيح فالنصيحة اليك خلي يعني الحياة تاخذ مجرها ولا تحاول تتحكم بالحياة بل اتقبل اتقبل الاختلاف بين الاخرين اتقبل الاخرين نفسهم اتقبل كل ما هو الحياة اما اذا انت اختاريت السكين هذه هي السكين اوكي اذا انت اختاريت السكين فمعناها انت دائما تحلل المواضع وتفكر تفكر تفكر كثير 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 فيعني الشخص المحلل والشخص اللي يفكر هو اللي يحتار السكين أما إذا أنت اختارت الملعقة فمعناها أنك شخص متصالح مع نفسك متصالح مع عالمك بسهولة وبيسرع معناها تختار الحل السلمي والحل الأسهل وخلص لأنه أيضا يعني ما معناه أنك تعوف كثير معلومات وهذا الشيء هو اللي مسهل عليك الحياة أو أنك فقط تاخذ الأمور بسهولة وبيسر ومبدأك في الحياة السهولة والبساطة فمعناها أنك متصالح مع نفسك ومتقبل آخرين هذي اللي أخذ الملعقة وإذا كان أحد التمارين لمنهج الحدس والوساطة الروحية لو حاب أنك تشترك في هذا المنهج رح تلاقي كل الروابط وكل الأرقام تحت هذا الفيديو تمارين بسيط لكن هذا مبني على الدراسات حدسية للعديد الأديد من الأشخاص كانت فياكم نور فراتش